رجعنا من الفاصل وحنعمل طبق الراتاتوي احنا عملنا مع بعض الراتاتوي كزا مرة لكن الاختلاف هنا في اللي احنا احنا عمله الوصفة دي جاي منين كتير منكم اكيد شافوا فيلم اللي هو الفار الطباخ صح الفيلم ده بالانجليزي اساسا اسمه راتاتوي الفيلم ده بياخي قصة فار بيحب يطبخ ومش عارف ايه وبتاع بيأكل الفراولة بالجبنة والكلام اللطيف ده كان داخل ناقد بتاع مطاعم والناقد ده كان هو اللي هو الرفايع الطويل الرفايع الطويل ونرداتو كده كان بيقول لأ ده انا مش عارف ااكل اكل اكل حلو في المطعم ده وكل الكلام اللي هو معنى في الاخر الطبق اللي تقدم له طبق راتاتوي طبق راتاتوي ده طبق شعبي طبق في فرنسا طبق شعبي طبق زي تورلي عندنا كده اللي هو لا ايه يعني يعني ايه يعني تورلي لكن هو عاملوا بطريقة جديدة وعملوا بطريقة فيها فكر تمام طيب هل يعني الراجل الناس اللي عاملين الانميشن ما هو فيلم كارتون فيلم القطال هل هم اللي طلعوا بالفكرة دي بطريقة الطبخ ده لا كان هم معينين شف اا شف امريكاني اسمه شف تاماس كيلر طاماس كيلر عشان بس اشرح لكم يعني طاماس كيلر من احسن شفت في العالم دلوقتي يعني لا طاماس كيلر يعني انا نفسي اروح اشتغل عنده عشان اقطع له بطاطس وبصل راجل ده عبقري عبقري فهو عمل عمل له من طبق هم يعني رحوله بص يا طاماس ومش ععف ايه وبتاع احنا راتاتوي وفيلم وفار وحركات دي فاحنا عايزين طبق راتاتوي لطيف فهو قالك طيب اه ده عمل بحث وتلعب في حاجة هي راتاتوي بس عمل دمج بين مطبخ تركي مطبخ عثماني والمطبخ الفرنسي اللي هو عمله حاجة اسمها كونفي بيالدي يعني الطبق اللي احنا عامله هو نفس الحاجات اللي هو راتاتاتوي بس هم اسميه كونفي بيالدي ايه اللي تغير في كونفي بيالدي عن الراتاتوي الراتاتاتوي احنا بنرس الحاجة وخلاص لا الكمفي بيالدي فيها حركات فيها اه ستابس زيادة اول ستاب بنعمله ان احنا بنعمل ساوس بنعمل فرش اسميه بايبرايد اه بايبرايد ده بيبقى ده اللي بيدي طعم ناطيف جدا للخضار بتاعنا فهو شوح شوية بصل وحط عليهم انشوجة جميل مع ورق لورة وزعتر جميل وطبعا فلفل في الموضوع دول شوحهم مع بعض جميل ريحة الزعتر باينة ريحة الورق لورة باين مع طوم فرش جميل انتوا هتستغرب وانشوجة انشوجة بعد ما تتبخ كده ما بتبقاش زفرة ما بتبقاش بتطلع طعم الامامي اللطيف بتاعها جميل شميت ريحة تون يبنى ايه خل بلسامك وف بعيد عشان الموضوع في خل كميل هنا احنا ايه دول شوية فلفل احمر اتشاووا في الفرن جميل ويدوب شلنا القلب بتاعها نحطوهم هنا بمايتهم اللي نزلت جميل هلو ايه ناخد بقى الايه ورق اللورة قام بالواجب زعتر قام بالواجب كلام ده خش برضو هنا مية سخنة جميل هنخلط الكلام ده عشان يعمل لنا ساس لطيف دي لوسينة مية انا عايز السوس برضو يبقى تقيل شوية يبقى كولي كده لطيف اهو تعالى جميل بس الله كده حطينا الاساس بتاع الراتاتوية ايه اللي حيحصل بقى ان هو اسناء الطبيق دي هتطلع هتتبخر ويتطلع ميتها وايه ويتطلع طعمها على بقية المكونات قصة لطيفة أنا معايا الكتاب احد الكتب بتاع تامس كيلر يعني الناس صحابي راحوا كلوا في المطعم بتاعه في قريب من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا وقالوله احنا صاحبنا هو شاف وبتاع وهو بيحب الاكل بتاعك وبيمتابع الوصفات بتاعتك وكل الكلام ده فهو خد جاب خد كتاب من عنده وعمل لي اهداء وقال لي حاجة مهمة جدا الاهداء مكتوب بالانجليزي Dear Wee Sam اه انا بقول وي سام مش وي سام معلينا Dear Wee Sam It's all about time and temperature سر الطبخ في الوقت ودرجة حرارة بس اي طبخة في العالم وقت ودرجة حرارة كده طبخة بمكتبوز او تزبط بالوقت ودرجة حرارة اه والكلام ده انا حطه حلق في وداني معانا مش مخرم وداني بس يعني انتوا فهمين قصلي اهو مهمة قوي هنرس بقى الحاجة واحدة كده واحدة كده كوسية في طباطمية في ايه في بيتنجانية وا وا الى اخر كمان موسيقى 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 فرن على درجة حرارة 800 دي كده هتقعد جوا في الفرن 25 دقيقة 35 دقيقة ايه لغاية ما نلاقي ان ايه طلعت ميتها والبتنجان مستوي والكوسة مستوية بعد كده بنديها بس بنشيل الفويل ونديها وش كده اللطيف كده في الفرن. تعالوا بقى نشوف موضوع الريش اخبارها ايه. طبعا التقديم بتاعها لازم بحاجة فخمة كده. مدام احنا اتكلمنا ان في الشهر واحد ما ياكلش ازياد من مص كيلو لحمة يعني مش لازم اضيع الميزانية بتاعتي في اكلة واحدة. دول مثلا احنا زي ما قلتلكم الجده ما احنا متكلم في ايه. اه تلات ريش على بعض كوزن اللحمة من غير العظم يعني. مية وتمانين مية وخمسين. فممكن ناكل اه شوية تانين. بس ادي كده ال اه ما كنت عايز حاجات تانية ايه اهي. ادي كده ريش داني عملنا على طريقة البروفنسال. عملنا فيها النكهات البروفنسال في الايه? في الطبق. جميل. اللي هي ايه المسطرد ديجون والتوم والخلي بالسامك والحاجات اللطيفة دي. اهي. ده كده خد وقته في الفرن. انا قلتلكم ده خمسة وعشر دقيقة. تمام? لو خد وقت ازياد من كده. انتم احتعرف? اديو خمس دقيقة زيادة عشر دقيقة زيادة. المهم ان احنا المنظر اللي احنا عايزينه ده. تاماس كيلر عمل الطبق ده. اخترع الطبق ده لفيلم اللي هو الراتاتول اللي هو الفر الطبخ وكل الكلام ده. وقلتلكم ان هو سماها كونفي بيالدي. فالطبق ده كونفي بيالدي جاي من طبق اسمه امام بيالدي. امام بيالدي